أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين جاء ذلك خلال استقباله فيليبا لازاريني وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفاوضة العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وخلال استقباله باتريشيا إسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أكد الرئيس السيسي سعي مصر للبناء على ما تم إنجزه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد فيليب لازاريني وكيل سكرتير العام الأمم المتحدة والمفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين أونروا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة مفاوض وكالة الأونروا مؤكدا سيادته دعم مصر المطلق للوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين ولكونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسئولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية خاصة في مجالي التعليم والصحة كما أشار السيد الرئيس في ذات السياق إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا لسيما مع الظروف المادية التي تواجهها والتدعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب مع استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين خاصة من خلال المبادرة المصرية لأعادة أعمار غزة والتي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية من جانبه أعربى السيد لازريني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مستعرضا دور وكالة الأونروا والتحديات الحالية التي تواجهها في ظل تفاقم الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي مؤكدا تعويل الأونروا على دور مصر التاريخي والمقدر في حشد دعم المجتمع الدولي للوكالة لمواصلة دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين كما أشاد مفاوض الأونروا بالأولوية الكبرى التي تليها مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة والتي تنعكس على الخطوات المتسارعة المتخبة لتعزيز الجهود الجارية الخاصة بأعادة أعمار القطاع في إطار المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لهذا الغرض كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيدة باتريشيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد الرئيس أكد تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة كوب 27 في شرم الشيخ وذلك في إطار سعي المصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك من جانبها أعربت السيدة إسبينوزا عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس وتطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي مشيدة في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر لسيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ فضلا عن الجهود الوطنية المبذولة حاليا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء والتحول لوسائل النقل النظيف وأصدار السندات الخضراء وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ الفين وخمسين اشتركوا في القناة